موسيقى شقراء الثورة الجزائرية الفتاة المدللة ذات الملامح الأوروبية التي باعت الحياة الرغدة واشهرت الوطن والشهادة إنها واضعة القنابل في معركة قلبت موازين التاريخ في شمال إفريقيا معركة الجزائر فتاة بدأت حكاياتها مع بوزوخ فجر الثامن عشر من شهر جانبي 1938 في صابحة شتوية باردة في مدينة الشلف أو الأصنام موسيقى 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 نشأت الطفلة حسيبة بمدينة شلف حيث درست في مدرسة الابتدائية الفرنسية هناك وعرفت بتعلقها وحبها لمربيتها الخادمة ذات البشرة السوداء التي جلبتها العائلة خصيصا لرعايتها وبعد إتمامها لدراساتها الابتدائية بمدينة شلف بمسقط رأسها انتقلت عائلتها إلى العاصمة عام 1948 فواصلت تعليمها هناك وانضمت إلى ثانوية عمار راسم عرفت بذكائها وتعطفها مع الفقراء من أبناء وطنها الخصلة التي ورثتها على أمها في حبها وإحسازها بالفقراء والمحرومين انتقالها داخل الوطن مع صفوف الكشافة الجزائرية جعلها تطلع على الواقع المرير للشعب الجزائري وهذا ما لس خفيها فكرة التحرر من الاستعمار في مطلع عام 1955 ومع بداية اندلاع الثورة الجزائرية كانت الفتاة التائرة على موعد مع الزمن لتنضم إلى صفوف الثورة التحريرية وهي في السابعة عشر من عمرها كمساعدة اجتماعية العام 1956 برز نشاطها فأصبحت عنصرا نشطا في صفوف الفدائيين مطلع أكتوبر 1956 تم اكتشاف أمرها من طرف العدو فغادرت حسيبا بيتها العائلي ملتحقة بالمجاهدين في القصب العتيقة مواصلة عملها الفدائية الثائرية مجموعة من أخلصي وأنشطي أبنائها ترجمة نانسي قنقر